تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات التطوير لموقع التجل الأعظم وأكد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع التطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلامة والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطة تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة ترجمة نانسي قنقر